الحملة الممنهجة على أجير ركزت على أكثر من نقطة كرواتب المديرين وعدد المستشارين لكنها أخفلت الحقيقة عمداً بحسب جريدة الأخبار فإن راتب عماد كريدي رئيس الهيئة ومديرها العام 112 مليون ليرة شهرياً إلا أن الصحيفة لم تذكر أن هذا الراتب هو نتيجة تراكمات تجمعت بعد إعطاء سلسلة الرتب والرواتب بالإضافة إلى المفعول الرجعي وهو ليس راتب شهري إنما لمرة واحدة فقط عن شهر أيار 2018 وهذه بالتفاصيل قيمة الراتب الراتب الأساسي 9 ملايين ليرة يضاف إليه بدل اختصاص بقيمة 42% بالإضافة إلى 200 ساعة عمل إضافية بعد تطبيق السلسلة الجديدة زيدت نسبة 32% على مجموعة الرواتب لجميع المستخدمين والتي تحق للمدير العام بطبيعة الحال وذلك وفق النظام والمراسيم ذات الصلة وعند تطبيق نسبة 32% على راتب المدير العام أصبح 11 مليون وثمانمية وخمسة تلاف ليرة علماً أنه تم تطبيق السلسلة مع مفعول الرجعي بدءاً من تاريخ واحد تسعة 2017 وهذا يعني 11 مليون وثمانمية وخمسة تلاف إضافية عن كل من شهر 19 و 11 و 12 للعام 2017 وشهر 1-2-3-4 للعام 2018 وهي تساوي حوالي 94 مليون ليرة يضاف إليها فارق شهر 14 عن عام 2017 هذا بالإضافة إلى احتساب إكرامية عام 2017 يكون إجمال المبلغ 151 مليون ليرة وبعد حسم الضرائب نصل إلى الرقم 111 مليون ليرة وهذا المبلغ نعيد ونؤكد أنه ليس راتباً شهرياً بل حصل عليه كريدي مرة واحدة في شهر أيار عام 2018 وهو من بين الأقل على مستوى رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة فتعويضات أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول تبلغ 28.6 مليون ليرة شهرياً وهنا أيضاً مقارنة بسيطة بين الأرقام التي نشرتها الأخبار على أنها رواتب شهرية لعدد من المديرين في أجيرو وبين الأرقام الفعلية والتي بعد كل الزيادات من بدل اختصاص وساعات إضافية لا يمكن أن تصل إلى المبالغ المذكورة في الجريدة غداً تقرير آخر يبين كمية الافتراءات والمغلطات في الحملة على أجيرو ومديرها العام